السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم صاحب الكرة وبسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل ما نخش في التفاصيل ونخش في الحلقة. ليه عندكم طلب صغير? انتو يا اجدع اخوات في الدنيا بتنسى خوك وبتنسى عينوا اللايك. اللايك ده جماعة بيوصل الفيديو للناس كلها. فاهم حاجة في اي حلقة تشوفها لخوك. اول حاجة تعملها قبل ما تتفرج ادي اللايك على طول. طالما انت بتحب اخوك حبيبك. ادي اللايك. بعد اللايك قدرت تعمل شير بقى ربنا يا كريمك يا رب. بعد كده مش مشترك معنا في قناة اليوتيوب. ازاي طيب حبيبك اشترك في قناة اليوتيوب وفعل الجراشنا وصولة كل جديد. صفحة الفيسبوك اعمل لها فولو او لايك. اللي انت عايزوها كبير. الاهلي يعطي دروسا للتاريخ. ويهدي السوبر لنادي الاتحاد السكندري. احمد فتوح يتجاهل مرتضى منصور. استقالة يحيى الكومي ومجلس ادارته. يعني يا معلم الدنيا النهاردة ايه? على صفح ساخن في كرة القدم المصرية. اول حاجة واول خبر عايز ابدأ بيه. هو عايز اتوقف عنده شوية. هو عايز اقول ان بعيدا عن اي انتماء لك لازم انت تكون انسان بترضي ضميرك بترضي ربنا في كم بتقوله. مش معنى ان انت انتماءك مختلف وشوف الفريق المنافس ادارته بتعمل اه موقف انساني او موقف اه للتاريخ زي ما انا بقول ان انت ما تتكلمش عنه او تتجاهله. ادارة النادي الاهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قررت قررت اهداء لقب السوبر او كاس السوبر للسلة لنادي الاتحاد السكندري وهي يعني الادارة هما اللي طلبه من الاتحاد المصري لكرة السلة الطلب ده. يعني بنانعة طلب الاهلي. يعني ادارة الاهلي هي اللي طلبة. بنانعة طلبهم الاتحاد المصري لكرة السلة قرروا انه هما يدوا كاس السوبر للسلة. في الاتحاد. طبعا ده يعني وقوفا بجانب نادي الاتحاد بعد الحادث الاخير اللي حصل اه في الصرة المغطاة بتاعة النادي الاهلي. اه بعد طبعا الحادثة وال هو الوينشا والبتاع اللي كان اسمه ايه? البتاع اللي هو كان اه والله انا مؤنس بس نسيت نسيت هو ده كان ايه بالزبط? تقريبا حاجة كده حديد الناس المصورين بيقفوا عليها. اه زي بلكونة حديد كده يعني. ما تستحملش عنات جمهير كتيرة فلما جميل كتير قاعدت اه وقفت عليها وقعت يعني. فتعطفا من النادي الاهلي مع الحادث ده. اه اه جدعانة من ادارة الاهلي مع ان فريق النادي الاهلي كان كسبان بفرق اربعة وعشرين نقطة. يعني كان اقل حاجة كان يقول لك خلاص انا بعد ما الناس اصرحوا لمستشفى مسلا او الاسعاف خارتهم يا باشا نكمل المطش. او مسلا يقول لك لا عايزين يعيد المطش. لا هو قال لك يا باشا مش عايز سوبر ادي لنادي الاتحاد السكندري. طبعا هيظهر هنا واحد يقول لي يا عم انت اشتغلوك زي ما اشتغلوا الناس هقولوا اشتغلوني ازاي. هيقول لي النادي الاهلي عمل كده عشان يخلص صفقة مروان عاطية ويقدر ياخد احمد عادل ميسي كمان. طب هو مع لش انا اسف يعني. حتى لو النادي الاهلي علاقته باتحاد السكندري علاقة طيبة. وعلاقة كابتال محمود الخطيب بالاستاذ محمد مصلحي طيبة. هو الاهلي هياخد مروان عاطية واحمد عادل ميسي ببلاش? هياخدهم مجانا لما يديهم كاس السوبر في السلة? هياخدهم فور فري? اكيد لا. ممكن اكون انا ممتنى ليك كادارة مبسوط من العلاقة بيننا وبن بعض ما عنديش مشكلة. عامل ده انسانيا عشان الناس اللي اتصابت اللي جم من اسكندري عشان يحضروا وفي الاخر اتصابوا او اللي يعني راحوا للاصل المدرج عشان يحضروا وسابوا اشغالهم وفي الاخر اتصابوا. هو عامل كده? ليه لا? ليه تشوفها بالمنطق ده? وكده انا وانت انا وانت علاقتنا ببعض كويسة كقدارتين? ما فيش مشكلة في عملت حاجة زي كده. موقف انساني يحسب لي ويحسب للنادي الاهلي. مش كل حاجة لازم ناخدها بالطريق الخبيث بالطريق الملتوي. ممكن يكون موقف طبيعي. وحتى لو 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 توطيد الاقلاقات اكتر ما فيش مشكلة وفي الاخر ميسي. احمد عدل ميسي. اه مروان عاطية مش جاين ببلاش. لا جاين بفلوس. مش بورق جرايد. يعني موقع بصراحة يحترم جدا من الكابتن محمود الخطيب ومن ادارة النادي الاهلي. اه احمد فتوح يتجاهل مرتضة منصور. لليوم التاني عالتوالي احمد فتوح لعب نادي الزمالك. اه يتجاهل دعوة الاستاذ مرتضة منصور رئيس نادي الزمالك اه لاعتزار الجمهور اه والتصوير فيديو زي عبدالله جمعة وغيب عن التدريبات لليوم التاني عالتوالي. عايز اقولك ان عبدالله جمعة هو كمان غيب عن التدريبات. اه احمد فتوح قافل موبايله ما بيردش على حد. عنده مشكلة ومتضايق جدا اه نفسيا ومتأثر نفسيا جدا من الموضوع اللي حصل من رئيس نادي الزمالك انه طلع وتكلم اه عنه بهذه الطريقة او بهذه الصورة. بصراحة من حق انه هو يزعل جدا وزي ما اتكلمنا قبل كده في حلقة بتاعت انبارح ان يا جماعة اه حتى لو احمد فتوح غلطان احنا مش 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 انباية مش معصومين من الخطأ مش معصومين من الزنوب كلنا خطائين كلنا بنغلط كلنا عندنا زنوب ولكن لازم نركز في مبدأ الساتر لازم نسطر لازم نسطر ربنا يسطر عينا جميعا. والقصوة المرطانة منصورة ايه ساتر الزمالك ما سطرش عليهم. اتفضحوا. وبقت الفضيحة علامية. ودي مش حاجة هيينة. ودي حاجة يعني انا دهت نفسي مستقى جدا منها والله. في يعني ربنا يكرم معدل الموضوع على خير وايه احمد فتوح لعب كبير. هو لعب متميز واندية كتير جدا تتمناه. فمعرفش الموضوع يمشي على ايه ولكن احمد فتوح حتى الان متجاهل تماما كل اتصالات وتليفونات ادارة اه الزمالك. وكل اتصالات وتليفونات الناس اللي بتحاول تصلح. وفي الاخر هو قفى الموبايله من كتر ما هو نفسيا المتأثر جدا بالموضوع ده. استقالة يحيى الكومي. المهندس يحيى الكومي رئيس مجلس دارة نادي الاسماعيل تقدم باستقالته اليوم. طبعا ده بعد هزيمة الاسماعيل من حرص الحدود بنتيجة اتنين صفر بهدفين زيكو لعب حرص الحدود المتميز جدا جدا جدا. والله اعتقد انه هو في هذه الانتقالات الشتوية لن يبقى في حرص الحدود وسوف اه يذهب الى اه نادي اكبر مع كل الاحترام من نادي حرص الحدود ولكن اقصد يعني او اقصد ان هو يذهب لنادي جماهيريا اكبر اه من نادي حرص الحدود. اه اعتقد الاندية تتهافت عليه وبصراحة يعني هتبقى مكسب كبير لنادي حرص الحدود. اه انه يبيع زيكو اعتقد يبيعوا مملك كويس. اه بصراحة اداء متميز جدا جدا من نادي حرص الحدود اليوم. اه بقيادة طبعا المدير الفني احمد ايوب امام النادي الاسماعيلي. واتنين صفر اه وفوز مستحق لنادي حرص الحدود. وربنا كريم ان شاء الله في اللي جاي. اه مهم بعدها عقب اه هذه المباراة تقدم باستقراته اسز اولمان سيحي الكومي. معرفش كده الاسماعيل يا جماعة هيروح فين ولا هيجي منين. ديون مفيش رئيس مجلس ادارة. مركز اخير عالدوري. قرب يهبط. الموضوع صعب. فات اتنشر جولة. انا عارف ان لسه بدري جدا. لسه اه فاضل يعني اه من اربعة وتلاتين جولة ما تلعبش غير اتنشر جولة فقط. ولكن اه الحال في الاسماعيلي من سيء الى اسوأ. فانا ما طول عمري وجد نظري ان مشكلة الاسماعيلي في ادارته. رقم واحد في ادارته. ان معظم ادارات الاسماعيلي اللي بتيجي بيكون ادارات استثمارية فكرها استثمارية. حدش بيفكر في ايه بطول اما حدش بيفكر يحافظ على عدة الاسماعيلي. حدش بيفكر انه يجيب راعي كبير للاسماعيلي. يعني هنشوف اللي جاي بايه بازن الله. كم اخوك امراءات في خناة صاحب الكراشفك ان شاء الله في دولي. سلام عليكم.